اشتركوا في القناة فرحنا وقلنا كسبنا ملعب تحفى كسبنا ملعب تحفى كسبنا ملعب مواصفات عالمية للأسف حاجة مدون في الجزائر عمرك ما تفرح بحاجة في الجزائر للأسف من بعدها الملعب يتم اللعب فيهما بين الأحياء داخل الملعب بالمناسبة نشكر الأخ الفاضل وروفيناك اللي طرق الموضوع هذا وكشف هذه القضية اللي حساسها اللي تبين إهدار الملعب نخسره ملايير مماليير على ملعب وفي الأخر حاجة مدرناها يعود كل شيء أزيره ملعب تحفى كما هذا يرعبه فيما بين الأحياء بعد مقابلة المنتخب المحلي بعد مقابلة المنتخب المحلي نعم والأدهى والأمر إنه ملعب السانتياغو برنابيو السانتياغو برنابيو اللي تلعب فيه الريال مادريد والدير بالريال البرصة معلق الجزيرة الرياضية جزائري تعرفوه كامل لاحضر بالريش حادثة عندها قريب عشر سنين كان هو مدير مكتب جزيرة الرياضية في مادريد جزيرة الرياضية منعوه حاول يدخل بصحافي يدخل التراع عقبوه عليها شما ملاعبتها هم بعزاز وحنا ما عمش عزاز علاش ما فهمتش أنية علاش الناس افونسي القدام وحنا نفونسو لاريار عليها ما فهمتش الناس افونسي القدام وحنا نفونسو لاريار في كل دول العالم ملاعب هذي ممنوع تدخل الجزان حنا نلعب وخلاص نلعب وماش تعبه ونلعب ونقصره عادي حنا نديره قانوننا وحدنا حنا خارج العالم حنا العالم في واد وحنا في واد انا ما فهمتش علاش ما حبيت نفهم المانيا واسبانيا ويطاليا ما لعبتهم عندهم قيمة وعزاز خسرين عليهم وحنا عادي نورمال ما همش عزاز نلعب في التراع ومبعز ناكلوه شواء يح لازم واح نلعبوه في التراع ما زلوش ناكلوه شواء لازم ناكلوه شواء قلتلكم احنا رنا خارقين للعداء احنا خارج قانون الطبيعة احنا رنا قانون يدولونا قانون دولي وحده احنا دولة خارج الدول العالم استحيل مشي ليا اليسرى هادا ما فهمتش حنا عليا عليا خسارة فينا وعيدنا اسطاد خسارة عليا عليا خسارة فينا وعيدنا ملعب علياش منطوروش علياش دايما نبقى ورطار ملعب بدير فيه شواء يا اخي لس يخفع شواء ولا حب بتكرم الناس لخدمة الملعب اللي خدموا الملعب شناواء ولا ما يمناش شكل يا اخوي خرجهم البرRe ودليهم الشواء سيلا اخلاس أديهم الرستورون وسلك لهم الشواء الوعرة ذا معمرة هي الرستورون اللهناء مش عيب أحب بتكرمهم كرمهم يا اخي ما نقول لك ش Oak أديهم الرستورون سلك لهم الشواء اديهم اخويا اياسيلي دير الشوية والبرة وديروا في اللايف وفي اللهوات طلق بلاه وطلق ديروا البرة سحبش في الملعب اذا ملعب خسر يعنيه ملايرا ومو مليارا انا قلت لكم صحافي جيد يدخل التيراء خرجوه وعقبوه وفرموه البيرو تاع الجزيرة في مادريد حاول راكم رايحين اما اسبانيا تعد طبق القانون احنا ما نطبقوش عليهم ملعب ملعب انتحم العزاز وحنا ما عندمش قيمة عليهم هذو من الملايين هذي ملين هذي مل شعب الملعب هذو مل من المليانات ولا مل فلان مل شعب مل مل العام مل تاع الزوالي مل تاع المعلم مل تاع المهندس مل تاع الطبيب مل تاع العامل النظافة هذا درهم الشعب هذي اقول فمنيش انا والله ما فهمت حاجة انا ما فهمش الدرجة هذي تيراء يلعبوا فيها وكارتي تعمل بالكارتي بالاحياء وبعدها ختاموا هامسك قال لك انا كمنا كمنا واحد ما يترى معانا زيدو نديروها ختاموا هامسك حفلة شواء حفلة شواء الاخضر بالريش شخصيا هاقبوه في مادريد مادريد ما تدخلش الملعقة ممنوعك في اوروبا في العالم كل يحترموا اللي مالعبة رايما ارضية تاحها تفسد، وارضية يخسر عليها المالايير تم اللات يا قسرة، اللات ي الفيل ان قسرة ويلعبها عادية بدوش وكما قلت في الشواء يعني خايف يزيدوا شوية العقيمة العيد يعود يبيعوا في الكباش مش الدرجة هذه عيب عيب ما لا عيب تهطر يمينا ويسارا أضرواتي أقوش على كل شي يعني كل شي قلنا احنا استبشرنا خير وقلنا نعود عندنا ملعب ونواجهوا به ويحمروا لوجوهنا ونرفعوا راسنا قال عندنا ملعب يا ناس ما ناش تبقوا ديمة يا رماند العلم الأخر العلم الأخر هاو عدنا ملعب أسين تخلو الطيران نلعبوا كار تي بيلي كار تي بي بعضاهم ما بين الأحياء ونزيد نفزدوا سطاد اللي ما لا يرخ خاسر عليها مال الشعب اللي خاسرين ليهم مال الشعب ما لا يرموا ماليارا نزيد ونفزدوه ونكملوه بالشواء يحدث هذا إلا في الجزائر فقط في واحدة بلاد برك هذا الشي كونصراك ونصرا في بورتوغيل ونحن نقول بورتوغيل واسبانيا ركز عليهم على الشي أنا دول كان دول متخلفة باش نتفاهمه يعرف اللي قاري التاريخ يعرف مليح هذه الدول وكيفاش دارت نهضة وكيفاش تحركت وكيفاش تطورت خاصل بورتوغيل واسبانيا دول ضعيفة خلو أروح في الثمانينات برك في الثمانينات وسبعينات كانت دول فقيرة وضعيفة شوفوا ما وصلوا دورك قاصل بورتوغيل أنسكوا يديروها في البرتوغيل هذي بورتوغيل يديرو واسطادي خلوش يعمو فيها حوما في بعضهم ولي طيب وفيش شواء الداخل ما تصراش يذي بلاكس كاريثة بنسبالهم يذي وزير الرياضة ينحيوه المدير الشباب والرياضة ينحيوه مدير الملعب يتحاكم كامل يروح هلما قلناش نصل قلناش نمح شوية حتي شوية تبقوا القانون برك العالم كامل ممنوع بتلع تدخل التيران الداخل ممنوع كاملا رميين شو العالم نبشو احنا برك احليها احلا مصر ولا مروك ولا تونس لا فاش كرمنا مونش كرمنا يتبقوا القانون يا أخي ملعب كما هذا ممنوع تدخل التيران خلاص فضت انتهى الامر نزيد بزيادة هذا الملعب فرام ملايير وماليارا خسرين هاي أخوتي ملايير وماليارا توجي لعبلي بشواء جيبلي شواء قل حفلة عشواء وتشوي وتوفا بيان وتدخل تلعبوا في بعضاكم ولا تحومتكم تلعبوا في استاد احنا قلنا هذا استاد مكسب للجزائر هذا استاد مكسب لمورودية وهران هذا استاد مكسب لجمعية وهران هذا استاد مكسب للغرب الجزائري بصفة شواء واسمه نلعبه فيه كاربين كارتي سيكس ولا وشكين لي الله محمد رسول الله لي الله محمد رسول الله ورانا واسلين والله ما عرفنا لنا أنا أنا جي عيد نفهم من ندوخ البلاد هاي عيد نفهم من ندوخ احنا قلنا أنا ذو كا تسقم لأمور راح ارتجع ريال الناس افونسي قدام حانا بونسوا لاريال هذي نشوفها هذي نشوفها قاش كلام قاش كلام هذي نشكره لأخ هوري أورو فيناك لي اعطانا لهذا المقطع تلك الفيديو لي ايضا نشكروه على هو اللي زعزع هذه القاضية لي صراحة هذه تطلقى دائما وصمة عار في الكورة الجزائرية في الرياضة الجزائرية وإحضار المال العام ملايير نكوننا سنوات وسنوات حانا نتظروا ويعدنا ملعب هاللي عطانا ربي يملعب مليح هذي نتيجة اذا نشكره أخ هوري أورو فيناك ايضا نتمنىو تكون مرة هذي وقفة نتمنىو من المسؤولين ميبقاوش قرارات واللجان وما اللي جان تفتيشوا قرارات ردعية وحاسمة هذي من لأخر لأن هذا مال إحضار المال العام هذا راه ودراهمي ودراهم الزواري ودراهم الموظف ودراهم المهندس ودراهم المعلم ودراهم المعامل النظافة يعد كيما هكى لا عيد لازم الدولة تتحرك إذن في الأخير متقنا مع مزد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته